ناس كتير بتعاني من قلم مستمرة دكتور محمد في البطن وبيتم تشخيصها ان ده نوع من انواع الالتهابات اللي في المعدة المزمنة اللي بقالها اثر كبير جدا على جدار المعدة حضرتك بتطلب للعيان ده منظار منظار مع اخذ عيانة عايزين نعرف ايه هو التهاب المعدة المزمن وايه دور المنظار في الوقت ده وهل العيانة لها اهمية كبرى في تشخيص المريض ده ولا لا التهاب المعدة المزمن ليه اسباب عديدة اشهرها المسكنات تنابل الحنضيات والاسراف فيها والجرسومة الحلزونية طبعا ده رقم واحد اللي بيعمل الالتهاب المعدة مزمن ليه باخد عيانة من جدار المعدة في المريض اللي عنده الالتهاب المعدة مزمن علشان اتأكد من وجود جرسومة الحلزونية ونعليجها لو كانت موجودة لان اول علاج الالتهابات المعدة وكمان لعسر الهضم الوظيفي هو اننا نعرف اذا كان في جرسومة حلزونية ولا لا وده بناء على عيانة انا باخدها من المنظار من جدار المعدة تمام